ومعنى بغداد المحلل السياسي زيادة العرار صباح الخير أستاذ زياد أستاذ زياد يعني الواضع الزاد سوءا في المشهد العراقي خلال هذه الساعات اطلاق رصاص على المتظاهرين قتلى وجرحى ما مدى خطورة ذلك صباح الخير أستاذ سماعين الخطورة واضحة من المشهد واضحة جدا أكثر من 22 شهيد أكثر من 130 مصاب بحسب المعلومات الغير رسمية ولا نعتمد على المعلومات الرسمية لا تعتمد مراكز الأبحاث ولا المتابعين ولا المحللين على أي بيانات رسمية لأن كلها كاذبة ولا توجد فيها مصداقية لحد هذه اللحظة لم نستلم أو نسمع بيان حقيقي عن مجريات الأحداث منذ 9 أسابيع وإلى الآن للأسف الشديد هذا العدد الكبير من العراقين الذي قضوا اليوم بنيران مجهولة أنيران طرف ثالث لا يمكن أن نسميه ولا نعرفه لأن الدولة لا تعرفه والحكومة لا تعرفه ذهبت الأمور خارج السيطرة وكان متوقع هذا منذ يوم أمس بالأمس دخلت أفواج كثيرة من المساندين للتظاهرات لكن شكك في بعض مصادرهم في بعض انتسابهم حالات من الدعس في السكاكين ما يسمى بالطعن واحتكاك مباشر مع المتظاهرين في ما يسمى بجبل أحد أو المطعم التركي في ساحة التحرير اليوم كانت هذه النتيجة خرق بعجلات مدنية وزي عسكري وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة أدت إلى ما أدت إليه لم تتمكن القوات الأمنية من النزول إلى الخلاني إلا بعد أن دخلوا سرايا السلام طب الحكومة العراقية لماذا لم تسمي الحكومة أن إيران هي التي وراء هذه الفوضى وراء القتل أيضا القوة التي لا تمتلكها الحكومة هي الشجاعة السياسية يعني القوة العسكرية موجودة لدى الحكومة العراقية القوات العراقية قوات مدربة وجيدة إلى حد كبير واستطاعت أن تنتصر على داعش لكن المشكلة أين؟ المشكلة بوجود فصائل وميليشيات تمتلك قدرة سلاح موازية للدولة وفي بعض الأحيان هي أقوى من قدرة الدولة وبالتالي لا تستطيع الحكومة العراقية ولا الأطراف السياسية أن تسمي لا الطرف الثالث ولا تتحدث عن وجود قوة تختزل قوتها يعني أنطيك الموقف تخيل أنه سرايا السلام تدخل بالقبعات الخضر وهي طبعا بالتحديد تابعة لسرايا السلام تيار السدري سيد مقرد السدر دخلوا إلى الخلاني وبعدهم دخلت القوات المسلحة لما تستفسر عن الأسباب يقول لك أن القوات المسلحة لا تحمل سلاح لحماية المتظاهرين طيب كيف تحمل المتظاهرين من قوات عسكرية تدخل إلى ساحة الخلاني والسينك وباتجاه التحرير ولا تستطيع أن تحميهم هكذا هو المشهد في العراق هذا المشهد يعني اليوم وصل إلى مرحلة من الانهيار أنه في قلب بغداد لا تستطيع القوات الأمنية أن تمسك الأمر والصمت السياسي محدق والصمت السياسي على كل الوجوه والصمت الكامل بدون أي كلمة لا لطرف حكومي ولا لداخلية ولا لدفاع هذا يقلق المواطن العراقي نعم حتى قوة السلاح التي لديها لهذه الفصائل التي تحدثت عنها أستاذ زياد أيضا قيادة عمليات بغداد فككت ثلاثة صواريخ كاتيوشا كانت موجهة لوسط بغداد في ذروة التظاهرات هنا مشكلة كبيرة هنا خرق أمني إذن إذن هو لا 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 نسميه خرق السلاح هناك دولة في بطن دولة حكومة في بطن حكومة حكومة القيادات تختلف عن القيادات المعلنة هذا هو الواقع في العراق منذ عام 2003 إلى أن وتحديدا منذ عام 2005 بشكل أكثر حتى نكون واضحين واضحين القرار غائب يعني الأمر عندما يصل إلى هكذا حالة الأمر لمن غلب هذا هذا يسمى بالتيهان السياسي والتيهان الأمني يؤدي إلى ضياع الدولة ولذلك لا أخفيك أن الجمهور العراقي بدأ يشعر بالقلق أكثر مما كان فيه قبل شهرين أو ثلاثة توقعنا من خطاب المرجعية الشيعية في النجف اليوم أن تستفاد من الحكومة العراقية والقوات المسلحة لكن على العكس لم يستفادوا من شيء بل استغل هذا الخطاب من قبل أطراف خارجية يعني مندسون كانوا يتحدثون عنها الحكومة هم متواجدون أصلا مع القوات الأمنية مزرعون فيها في كل مكان في كل مكان لا تستطيع القوات الأمنية أن تسيطر لأن القرار ليس بيدها القرار بيد الإدارة السياسية والإدارة السياسية مخترقة نصف الإدارة السياسية لديه ميليشيات ولديه فصائل مسلحة ولديه قوة عسكرية على الأرض لا يتستطيع الإدارة السياسية أن تعطي قرارا صريحا للقوات المسلحة حتى تعمل بما تمتلك من قدرة والسلاح يعني الوضع القائم الآن والاشتباكات المستمرة وقوة السلاح لدى هذه الفصائل كما تحدث الآن هناك مخاوف أن ينزلق العراق إلى حرب أهلية نعم هذا هو الذي حذرت حتى تحدثنا قبل ساعة من الآن مع بعض الأطراف السياسية ونوهنا إلى ضرورة الانتباه من خطورة الوقوع في الحرب الأهلية وتحديدا الحرب الشيعية الشيعية وبالتالي إذا ما وقعت لا سمع الله هذه الحرب ستندرج على كل العراق وبالتالي سيدخل البلد في فوضى كبيرة سنتذكر الـ 75 وحرب اللبنانية الأهلية وما جرى فيها لا نريد أن ندخل بهذه المتاهات لذلك نأمل أن يرجح صوت العقل ونأمل أن يكون هناك إجراء فعلي من القوى السياسية وحتى ننتظر أن يكون هناك دور للقوى الدولية وحتى الأمم المتحدة وتعرف حذرتك أن العراق يعني مرتبط بالإدارة الدولية بموجب البند السادس لم يخلص منه بشكل كامل لذلك كل شيء محتمل في العراق وكل شيء متوقع على ضوء مجريات ما يجري على الأرض نعم كان معلم بغداد المحل السياسي زياد العرار شكرا جزيلا لك أستاذ زياد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا شكرا جزيلا